السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقوى رسائل أرسلت عبر التاريخ من وإلى ملوك المسلمين ولا شك بأن أعظمها وأكثرها بلاغة كتبت بقلم سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كتب عدة رسائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرق العظيم الروم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرة يدفعه إلى قيصر فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرق العظيم الروم سلاما على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت عليك إثم الأرسيين وكتب آية من سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأما عن الرسالة الثانية كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة ذكر الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي كتابا وأرسله مع عمر بن أمي الضمري فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة أسلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكرمته ألقاها إلى مريم البتول فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالات على طاعته وأنت اتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى وأما عن الرسالة الثالثة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر ذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتع بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط سلاما على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط وذكر آية من سورة العمران بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأما عن رسالة الرابعة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كما ذكر الواقدي وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلاما على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس وأما عن الرسالة الخامسة فكانت من نغفور إلى الرشيد ورده عليها كتب نغفور من نغفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مكان البيضة فحملت إليك من أموالها ما كنت حقا حقيقا بحمل أضعافها إليها لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتدي نفسك بما تقع به المصادر لك وإلا فالسيف بيننا وبينك فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يقتر أحد أن ينظر إليه دون أن يخاطبها وتفرق جلسائه فدعا بدواد وكتب على ظهر الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام وخرج هارون بنفسه في سنة 187 هجري حتى وصل هرقلة وهي مدينة بالقرب من القسطنطينية واضطر نقفور إلى الصلح والموادعة وحمل مال الجزية إلى الخليفة كما كانت تفعل إريني من قبل ولكنه نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد فعاد الرشيد إلى قتاله في سنة 188 هجري وهزمه هزيمة منقرة وقتل من جيشه أربعون ألفا وجرح نقفور وأما عن الرسالة السادسة رسالة المعتصم إلى ملك الروم تبدأ القصة بامرأة مسلمة ظلمت في بلاد الروم فنادت وامعتصماه فاستجاب لها المعتصم وأرسل جيشا إلى عموريا فأرسل تيودور إمبراطور الروم إلى المعتصم رسالة يهدده فيها وقال المعتصم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قرأت كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ثم زحف عليهم وكان فتح موريا في سنة 838 ميلادي وأما عن رسالة السابعة كتب فيها من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم وأوهن بأسكم وسلب أموالكم وأزال عزكم فإذا أتاكم كتابي فأسلموا تسلموا أو اعتقدوا منا الدم وأجيبوا إلى الجزية وإلا والله الذي لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنيا وأما عن رسالة الثامنة فكانت من ريتشارد إلى صلاح الدين الأيوبي كتب فيها من ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنجليز إلى صلاح الدين الأيوبي ملك العرب أيها المولى حامل خطابي هذا بطل باسل صنديد لاقى أبطالكم في ميادين الوغة وأبلى في القتال البلاء الحسن وقد وقعت إخته أسيرة فقد كانت تدعى ماري وصار اسمها ثورية وإن لملك الإنجليز رجاء يتقدم به إلى ملك العرب وهو إما أن تعيد إلى الأخ أخته وإما أن تحتفظ به أسيرا معها لا تفرق بينهما ولا تحكم على عسفور أن يعيش بعيدا عن أليفه وفيما أنا بانتظار قراركم بهذا الشأن أذكركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب وقد سمعته من صديق الأمير حارث وهو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا فرد عليه صلاح الدين على رسالة ريتشارد قائلا من السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى ريكاردوس ملك الإنجليز أيها الملك صافحت البطل الباسل الذي أوفتموه رسولا إليه فليحمل إليكم المصافحة مما عرف قدركم فيما يدين الكفاح وإني لأحب أن تعلموا بأنني لم أحتفظ بالأخ أسيرا مع أخته لأننا لم نبقي في بيوتنا سوى أسلاب المعارك لقد أعدنا للأخ أخته وإذا ما عمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب فلكي يعمل ريكاردوس بقول عندكم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فرد أيها الملك الأرض التي اغتصبتها إلى أصحابها عملا بوصية السيد المسيح عليه السلام وأما عن الرسالة التاسعة بعث جورج الثاني ملك إنجلترا والنرج والسويد لرسالة إلى السلطان الأموي هشام الثالث في الأندلس جاء فيها إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين هشام الثالث الجليل المقام من جورج الثاني ملك إنجلترا والنرج والسويد بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيده الضافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لتكون بداية حسنة باقتفاء أثركم لنشر العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمة وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص إن خادمكم المطيع جورج الثاني وأما عن الرسالة العاشرة والأخيرة فكانت بين الصحابي معاوية بن أبي سفيان وملك الروم كتب فيها قيصر ملك الروم من قيصر الروم لمعاوية علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن أبي طالب وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة فلو أمرتني أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس عليه فرد معاوية على هرقل قائلا أخان وتشاجرا فما بالك تدخل بينهما إن لم تخرس أرسلت إليك بجيشا أوله عندك وآخره عندي يأتوني برأسك أقدمه لعلي